سدوم وعمورة يعني الشر صعد إلى السماء كل تصورات فكر الإنسان فعلاً في الـ DNA من جوه أصبحت شريرة فزدت إلى درجة خلاص معتش فيه أي إمكاني أخرى مع أنه كان فيه عندهم لوط البار اللي يحذرهم مع أنه إبراهيم تشفع من أجل هذه البلد يعني وصل إلى الحال طب لو فيه عشرة عشرة أبرار الله مش رح ينزل بالقضاء أو الدينوني على سدوم وعمورة لكن حتى عشرة ما كانش فيه عشرة أشخاص حتى إيش يعدل حتى فعلاً يزهر بره يعني أديان كل الأرض ألا يصنع عدلاً لأ ربنا هو مش ظالم هو إله عادل يغضب لكن مش بيضل الغضب لكن غضبه يمكن للحظة بيقول عنه الكتاب وقتي لكن بيرجع بيسترد بيرجع بيعطي الفرصة مرة أخرى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر